أكثر من سبع سنوات وما زالت محطات الوزن الأربعة الموزعة على مداخل المحافظة دون تشغيل أو الاستفادة منها بعد عملية استلام وتسليم منذ عام 2013 فيما لم تحقق جدوتها للحظة هذه من تخفيف وتقنين الحمولات الكبيرة عن شوارع المحافظة بعد صرف مليارات الدنانير شوارع الثاني اللي يطلع من البطحة هو وطالع هذاك دايس من التريلات التريلات هذه تحمل حمولة زايدة الحمولة زايدة هذه يدوس الشارع سواء قبانات وما يشغلوها يعني لو مشغلين القبان على مود الوزن مال التريل إذا زايد ينزله أو يقرمونه على مود ما يكرر هذه الشغلة مرداني كسوات والله العظيم إحنا أصحاب قوت يومي إحنا بالذات الشوارع متأذين من عدل يعني هذه السيارات الكبار جاي تحمل أكثر من طاقتها أو جاي تجعل الشوارع وجاي تأذينها كلش إحنا نشاهد الدولة يعني نطالبها لسيارات الحمولات لا أكثر من هذه تخليها تتحمل وزين أكثر من اللازم الحاجة الماسة لتشغيل هذه المحطات لم تتحقق اتسببت كلفة الاستجار التي طرحتها وزارة الإسكان والأعمار منذ إنشاء المحطات بنفور أغلب المستثمرين فيما خلفت تلك السنين أضرارا بأجهزة ومعدات محطات الوازن كانت حصة محافظة الضيقار هي أربع محطات توزعت على المداخل الرئيسية للمحافظة من جهة الكوت وكذلك من جهة البصرة ومن جهة الإصلاح ومن جهة السماوة هذه المحطات تم إنشائها في سنة 2014 وسلامها وتم إعلانها لأكثر من مرة من قبل الوزارة إلا أنه لم يتقدم متعهد تشغيل تلك المحطات كون محافظة الضيقار هي محافظة وسطية ليس أسوطا بباقي المحافظات التي لديها منافذ حدودية ويحمل مراقبون وسائق الشاحنات هنا وزارة الإسكان والأعمار بعدم الاهتمام وحل الموضوع قبل تلك الفترة والتي مرت وخلفت أضرارا في الطرق الخارجية والداخلية لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية